خلف أضواء الاحتفالات والصور البراقة التي ترسمها الحكومة لبغداد يجثم واقع مختلف يجسد نحو 16 عاما من حكم أحزاب وميليشيات جعلت حاضرة العراق تتذيل التصنيفات العالمية كأسوأ وأخطار المدن وهي التي كانت يوما مدينة السلام صحيفة الڭارديان البريطانية قالت إن بغداد لا تزال مكانا مدمرا رغم ما يشاع عن حدثتها الجديدة إذ تنتشر في جميع عنحاء المدينة أجدران الأمنية الخرسانية التي وضعتها القوات الأمريكية ووصفتها بالخيوط الغاشمة التي تقسم المدينة إلى أحياء آمنة وغير آمنة حتى أضحت هذه الأحياء وكأنها مدن داخل المدينة ولفتت الصحيفة إلى أزمة السكن المتفاقمة مع ازدياد عدد سكان المدينة وغياب الخطط الحكومية للتخفيف من هذه الأزمة إذ تضطر الكثير من العائلات لتقاسم عشرات الأبنية للسكن أو تستخدم الأماكن الفارغة في بغداد أو على أطرافها كعشوائيات كبيرة ما شكل خليطاً فوضوياً في بغداد وأضافت الجارديان أن البنية التحتية في العاصمة لا يمكنها حل المشاكل التي يعاني منها المواطنون أو تلبية متطلباتهم في العيش الكريم مشيرة إلى أن الضغوط على المدينة بسبب تزايد عدد سكانها لا تتجلى في أي مكان أكثر منه بالمناطق العشوائية وتختم الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن بغداد ما تزال مكاناً صعباً للعيش فكل شيء هناك بحالة كبيرة من الفوضى وليس هناك أمل بأن الحكومة قادرة على فعل أي شيء لمعالجة تلك المشكلات هذا إن سعت إلى ذلك بالأساس ومعالجة تلك المشكلات لا تتم برأي مراقبين إلا من خلال معالجة المسببات فمن أودى ببغداد أو بالعراق ككل إلى هذا التدهور على مختلف الصعود ومن استثمر ميزانيات البلاد المليارية لبناء إمبراطوريات السلطة والسلاح ليس العراقيون فقط من يعرفون الإجابة بكل تأكيد